السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بوهرار وصفة النار ده ان شاء الله سندوتشات سهلة وسريعة تنفع للمدرسة وكمان وجبة سهلة وسريعة تعال ما نشوف الطريقة والمكونات هنبدأ بسم الله حطيت شوية من الزيت على النار يسخنهم معي بصلايا متوسطة مقطعها مقعبات صغيرة بحطها تتشوح تتبل بس مش بنحمرها يدوب بس دقيقة كده على النار وبعدين بنزل معي بربع كيلو من اللحمة المفرومة واول ما بتنزلي باللحمة المفرومة ما توقفش تقليب علشان الجزئيات بتاعت اللحمة تتفكك وتبقى نعمة بسهولة ما تبقاش عاملة كتل كبيرة مع بعضها واول ما تتفاتت معاك بالشكل ده بتبدأي تحط بقية المكونات معايا ملح وفلفل وقرفة وببركة هتحطي آآ نص معلقة من كل حاجة وبالنسبة للملح حسب رغبتك وحطيت كمان رشة من جسد الطيب وبتقليب كل المكونات مع بعضها طبعا على نار عالية وبنحط معايا كمان معلقة صغيرة متوم المفروم وجنزبي المفروم معلقة صغيرة ومعايا فلفل الوان وطمطنية متقطعة مكعبات صغيرة وجزرائي مبشورة كل دي ما شاء الله خضروات جميلة جدا بتدي طعم وشكل جميل للسندوتش ومعايا كمان معلقة من الصلصة بتزود برضو الطعم بتقليب كل المكونات مع بعضها كل ده على نار عالية وانت واقفة لان ما بتاخدش وقته خالص وبعد كده بتطفي النار وبتحطي آآ نص كوباة من الكوزبرة المتقطعة علشان نحتفظ بالطعم بتاع الكوزبرة بالشكل ده وبترفعها من عالنار نيجي بقى للعيش بتاعنا استخدمي العيش المتوفر عندك انا عندي نوعين نوع اللي هو المين الصغير ده وآآ عيش اللي هو الفينو الكبير تفتحي العيش بالشكل اللي انت شايفها ده بتعمليه على شكل مركب الطريقة السهلة خالص بتعملي فتحة كده من الجنبين تأول الرغيف وبعد كده من الجنبين بالطول زي ما انت شايفها كده في الفيديو وبعد كده بتضغطي على الجزء اللي انت قصتي بتضغطي الجوه كده في الرغيف العيش بحيس ان هو يبقى طابقة حامية للحشوة اللي انت هتحطيها وكمان بيدي شكل حلو جميل جدا وبعد كده بتحطي الخلطة اللي احنا عملناها بتحطي حسب رغبتك حط معلقة او اتنين بكمل الكمية كلها سندوشات ديس سريعة وجميلة وممكن تنفع للمدرسة بتحطها لولادك في اللانش بوكستو بيعملها من بالليل على على بيات وبتحطها لهم الصبح يدوب بالتسخين وبتدهنهم على طب بيحبوها وجميلة جدا وسهلة وسريعة ومغزية ومعي كمان جبنة متزرلة بتحطيها كده على الوش وبزي نستندوشات كده بشريح من الفلفل الرومي الملونة او ممكن تحط زتون او طماطم زي ما تحبي شايفين ما شاء الله شكل السندوش جميل جدا شكله مبهج الاطفال حيفرحوا بيه وحيحبوه جدا جدا بعد كده بتدخليه في الفرن فرن يكون سخن يا دوب تلات دقايق بالضبط لحد ما تجيبنا تسيح بس عشان ما ينشافش منك بالشكل اللي انت شايفاه في الفيديو ده ما شاء الله طعمه جميل جدا وعملي وسريع ووجبة مجبعة لأولادك وكمان لو انت حابة تعملي عاشة سريع جميلة جدا جدا ممكن كمان تحطي آآ كاتشاب على الوش او سوس البربكيو زي ما تحبي وتقدميه بألفة هنا وشافة لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتسيبوا لي كومنت جميل زيكم وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته